احنا لما دخلنا لقناكي بتخلطي ألوان وانتو عندوكو هنا في المدرسة قسم التعلم أو تخصص دهان ده بتتعلمو فيه ايه وبيفيد بايه بقى في التخرج كشغل كوظيفة طبعا الدهان مش متعلم فيه مهارة واحدة أو مهارة واحدة هو أربع مهن طبعا في منه اللي هو الفيبر جلاس أو إصلاح بلاستيك أو تركيب ألوان أو في منه هاند ميد اللي هو زي الشغل ده ده ممكن نسوق بيه على الانترنت وده شغل هاند ميد ممكن نسوق بيه المفسنة وبس كده ننجح في المجانين الدراسة هنا عملي يعني أنا بلاحظة تخصصها بتدريسه عملي معظمها عملي زي مثلا تخصص الديهان ده بنشتغل في الحاجات التي قلت لك على المهن أنا قلت لحضرتك عليها وفي مثلا تخصص الكهرباء وتخصص الميكانيكا ده برضو إصلاح سيارات وصيانات هاب كده والكهرباء برضو نفس الحاجة إيمان بقى بنوتا جايبة في العداد دي 94.5% وعندها قصة مختلفة وجاية من محافظة تانية وخضت تحديات كتير عشان تبقى موجودة هنا في المدرسة التكنولوجية التطبيقية وتدرس تخصص دايما بيتقال علي انه تخصص مش للبنات إيمان ازايك الحمد لله تمام احكي لنا قصتك ايه أنا كنت جابة في العداد دي 285.5% تمام أنا كنت هدخل سنوة عادي زي أي طالب وما كانتش في دماغي أي مدرسة من درسة التكنولوجي حتى أنا ما كنتش عارف عنهم قوي المهم فبابا شافها مع الصدفة عن تريل انترنت فهو عرضها علي يعني وأنا قعدت عمل سرش عنها وبحثت كتير فعجبتني فقلت تمام هروحي لاختبارات وكده ولما جئت للاختبارات ومتحنت وكده يعني أنا كنت سايتها وقتها عرفت درجتي فحبيت المكان أكتر وما جئت هنا وتكلمت مع كذا حد هنا في المدرسة وحبيت المكان استقريتي خلاص على المدرسة قررت أن أنا هاجي بتحبي ايه في المدرسة أنا بحبي مهندسين بتوعي جدا ليه بقى شمعنا لأنهم بعملوني كان يعني بعملوا الطلب هنا كأنهم إخوتهم مش كانهم مثلا طلبة هنا وتعامل مع لدينا كويس قوي طب وانت بقى أنك تبقي جاية من محافظة تانية انت من الشرقية صح؟ اه وتبقي موجودة هنا ويعني حاجة صعبة تبقي بعيدة عن أهلك وبتدريسي في نفس الوقت إيه اللي مخليكي عندك الدافع والحافظ لكل صعوباتتي؟ أن أنا أحب المدرسة وحب المجال يعني أنا مكنتش بحب المجال الأول مكنتش لها شغل فيه بس بعد ما دخلته حبيته اللي هو تمسكت بيه أكتر حتى من عائلتي فيه ناس معارضة وكل شفاية يقولوني أن أنا حاول بكده بس أنا لأ مين بقى لمعارض؟ تيتا أهلين الأكبر الشوية في السن آه عميتي إنما ماما وبابا لأ موافقين معي جدا وبابا اللي عارضها عليكي أو اقترحها عليكي آه بابا هو اللي عارضها عليكي ولما بدأت الدراسة فكرة إن الدراسة عملية وفيها حاجات كتير بالإيد بتعمليها ومش بس كتب وورق وشهادات يعني تخشي تكتبي وخلاص وترمي الحاجات دي من الجلدة للجلدة بدون ما تفتكري منها حاجة فكرة إن الدراسة عملي حبيتي دور وفرق معكي إزاي؟ آه أنا أصلا هندخلت المدرسة إنني حبة كمان أبحب العملي أكتر آه فلا أنا أحب العملي جدا وإنه كمان بلوص إن أنا بدرس فده بفهمني أكتر وإني بيثبت المعلوم عندي فلا أنا أحب العملي جدا ومش مشكلة أبدا بالنسباتي وإنتي سنة أولى صح؟ آه هتخصصي إيه بقى؟ آه سيارات كهرباء إيه بقى سيانة كهرباء سيارات كهرباء آه ده بقية تخصص كمان آه جديد جديد آه حلو جدا أنا أخترته عشان هو المجال إن شاء الله في المستقبل هيبقى معظم السرارات وأغلبها هتبقى سيارات كهرباء عشان كده أنا أخترته محبا والدراسة بالإنجليش سهلة الحكاية دي ولا صعبة؟ أنا كنت مدرسة حكومية عادي جدا ويمكن قبل ما أدخل كنت خايفة جدا إن حاجة جديدة علي وكده بس لما دخلت لا فيه تعاون هنا جدا وبشرحولنا كويس قوي فأنا حبيت حبيت الدراسة بالإنجليش جدا على فكرة فدتك المدرسة بقى في إيه مش بس كدراسة أو كيعني معلومات تقنية شخصيا غيرت في شخصيتك إزاي؟ إن أنا تعرفت على صحاب كتير قوي وبحبهم جدا وكمان اللي هو حبيت المهندسين والتعاون اللي هنا وإن أنا تعتمد على نفسي في خلال إن أنا مش من هنا يعني أنا عايشة بعيدة عن أهلي وكده فلأ حملت مسؤولية نفسي وكده شطرة وبتمنى لك كل التوفيق إسلامي لي شكرا